بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون في هذه الآية الكريمة الله تبارك وتعالى يخاطب المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله ويبين لهم هذه الحقيقة أن المهم أعمالكم ولا تهمكم أعمال الأمم الماضية فمهما كانت أعمالهم فأنها قد ذهبت وفنت تلك أمة قد خلت يعني إبراهيم وأولاده عليهم السلام أمة جماعة قد خلت قد ذهبت ومضت فما الفائدة في المحاجة حولهم وأنهم هل كانوا يهودا أو نصارى لها ما كسبت فإن أعمالهم الصالحة ترتبط بهم لا بكم فلا يعطى ثواب تلك الأمم لكم ولكم ما كسبتم من الأعمال فإن أعمالكم أيضا ترتبط بكم لا بهم ولا تسألون عما كانوا يعملون يعني لا تحاسبون أنتم أيها المعاصرون لرسول الله عما كان يعمل أولئك فأصلحوا أعمالكم ولا يكفي الاعتماد في النجاة من الهلكة على صلاح الآباء ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين يعني قالت اليهود كونوا يهودا وقالت النصارى كونوا نصارى شنو النتيجة تهتدوا للحق وترشدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا قل يا رسول الله بل نتبع ملة ودين إبراهيم الدين الصافي من شوائب الشرك في اليهودية والنصرانية وهو دين الإسلام المصفى نعم هناك فرق بين الإسلام وبين دين إبراهيم عليه السلام في بعض الخصوصيات التشريعية فالمراد نفي النصرانية واليهودية حنيفا يعني دين إبراهيم مستقيم عن الإعوجاج ومائل عن الباطل إلى الحق وما كان من المشركين ما كان إبراهيم عليه السلام من المشركين كما أنتم أيها اليهود والنصارى مشركون لأن اليهود يقولون عزير بن الله والنصارى يقولون المسيح بن الله فنتبع ملة إبراهيم في التوحيد قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا أيها المسلمون ما يجب عليكم أن تعتقدوا به وما هي خلاصة الأديان السابقة واللاحقة التي تبين زيف العقائد النصرانية واليهودية وغيرهما قولوا آمنا بالله موحدين وآمنا بما أنزل إلينا من القرآن الحكيم وفي الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى آمنا بالله وما أنزل إلينا قال إنما عنا بذلك عليا وفاطمة والحسنة والحسين وجرت بعدهم في الأئمة عليهم السلام ثم يرجع القول من الله في الناس فقال فإن آمنوا يعني الناس بمثل ما آمنتم به يعني عليا وفاطمة والحسنة والحسينة والأئمة عليهم السلام فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يعني وآمنا بما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الأسباط أحفاد النبي يعقوب فإن كثيرا منهم كانوا أنبياء نزلت عليهم الصحف أو لم ينزل عليهم بالذات شيء وإنما كانت الصحف المنزلة على إبراهيم منزلة إليهم أيضا مثل ما نقول إن القرآن أنزل إلينا وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم يعني وآمنا بما أعطي موسى وعيسى وآمنا بما أوتي النبيون قاطبه من قبل الله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد منهم يعني من الأنبياء فإنا نعترف بالجميع ونحن له مسلمون نحن لله تبارك وتعالى مسلمون فإن دين الأنبياء عليهم السلام كلهم يتلخص في أصول وفروع وأخلاق الأول الأصول التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد وكل نبي كان يصدق من سبقه ويبشر بمن يلحقه والإمامة بمعنى الوصاية وكان لكل نبي أو صياء الثاني الفروع وهي الصلاة والصوم والزكاة وما أشبه من العبادات وأحكام المعاملات بالمعنى الأعم وكل الأديان كانت مشتركة فيها مع تفاوت يسير حسب اقتضاء الزمان والأمة فمثلا كان صوم الصمت في بعض الأمم وليس في الإسلام وهكذا الثالث الأخلاق مثل الصدق والأمانة والوفاء والحياء وما أشبه وكلها فطريات نفسية كانت الأنبياء وعليهم السلام تأمر بها وتنهى عن أضدادها وصلى الله على محمد وآله الطاهرين